اهلا بحراتكم من جديد خلينا نشوف تريندات الاهلي النهار دايه يلا الاهلي يتصدر عن دهي ترتيب القرن الواحد وعشرين وده من الصفحة الرسمية لموقع سوبر كور أما صفحة الاهلي اليوم فكتبت أن نتيجة مسحة حمدي فتحي تحدي لمشاركته في مغارات أمبي المقبلة أما الحساب الرسمي لمصر اليوم على تويتر فكتب أن فيلر بيعالج أخطاء اللاعبين قبل عودة الدورة من الحساب الرسمي الموقع يلا قرأ عن انستجرام فقال أن الأهلي يقترب من التعاقد مع مدير فني أجنبي لكطاع الناشئين لسه معي الله كورة المرة دي مع صفحتها على فيسبوك ونشرت فيديو عن الظهور المميز لأحمد الشيخ الكاف كمان احتفل عبر حساب الرسمي بعيد ميلاد والجمعة صخرة دفاع الأهلي أما صفحة الأهلي اليوم على فيسبوك فنشرت صورة لوليد سلمان تسعة سنوات من أبو سليم صفحة العقد خلال نبتدي بأول تريند معنا وهو فيما يتعلق بتصدر النادي الأهلي أندية الكارة الأفريقية في القرن الواحد وعشرين وده طبقا للتصنيف اللي أعلنه الاتحاد الأفريقي للكرة القدم خلال أو كمان أعلنته أو أعلنه موقع سوبر كورة على الصفحة الرسمية على فيسبوك وقال أن الأهلي هو الأول على عشرة أندية حتى الآن في القرن الواحد وعشرين احنا طبعا عارفين زي احنا عارفين وحافظين صم أن الأهلي هو نادي القرن الأفريقي لقرن اللي فات حتى الآن هو كمان نادي القرن الأفريقي في القرن الجديد وبفارق كبير من النقاط عن أكبر منافذين اللي هو مين؟ اللي هو ما زينبي الأهلي كام؟ يا ريك يا بيبو خلنا واستورة على الشاشة كده الأهلي سبعين نقطة بعده ما زينبي 55 نقطة فرق كبير بعده كان نجم الساحلي في المركز الثالث 51 نقطة وبعده الترجي في المركز الرابع 49 نقطة وبعده مين الزمالك في المركز الخامس 29 نقطة هو والودات وبعد كده بيجي بعديهم السفاكسي 28 نقطة إن ينبى 27 والهلال 23 وسان داونز 21 إن شاء الله القرن الحالي يخلص ويفضل النادي الأهلي متصدر هذا الترتيب ويبقى بطل القرن الجديد كمان طيب ده فيما يتعلق بالترند الأولين صفحة الأهلي اليوم بقى النهاردة كتبت ايه اتكلمت عن مسحة حمد فاتح احنا عارفيننا حمد فاتحي لعب النادي الأهلي كان تعرض لإصابة فيروس كورونا وحالته دلوقتي طبعا جيدة جدا لكن هيكون في مسحة أخيرة خلال الساعات القادمة علشان تم تحديد مشاركة حمد في مباراة أمبي المجبلة يوم الحد من دلوقتي أنا بقول لكم حمد فاتحي بر مباراة أمبي لأنهم ما يتمرنش مع الفريق ما يتمرنش مع المجموعة فبالتالي مش هيكون جاهز بنسبة 100% لمباراة أمبي لكن هيتم تجهيز إن شاء الله للمباراة التي سوف تلي مباراة أمبي تحديدا بداية من مباراة الإنتاج الحربي وهو حالته طمئنة زي ما قلت حالكم إن شاء الله يكون بخير دايما والأمور ماشي بشكل كويس بالنسبة الحمد فاتحي وبالنسبة لبيئة اللاعبين كمان تعالوا نروح للحساب الرسمي لمصر اليوم على تويتر واللي تكلم وقال إن فيلر بيعالج أخطاء اللاعبين قبل عودة الدوري وإحنا عافين الأهلي كان عنده مطشئين وديين سواء أمام سموحة أو الجونة والأهلي قد فيهم بشكل جيد جدا اللاعبين كانوا فائقين بدنيا وفنيا وده شيء مبشر للفترة اللي جاية وعودة بطولة الدوري بإذن الله تعالى فأكيد كان في بعض الأخطاء الفنية اللي مستر روني فيلر بيحاول يعالجها خلال المباراة الرسمية لأن ده الأهم طبعا نحن عندها أول مباراة الرسمية أمام إن بي إن شاء الله يوم الحد هتكون الساعة تسعة بالليل إن شاء الله الأهلي يكون موفق فيها عشان يستمر في مسيرته الجيدة في بطولة الدوري تعالوا نروح للإنستجرام والحساب الرسمي الموقع يلا كورا قال إن الأهلي يكتر من التعاقد مع مدير فني أجنبي لقطاع الناشئين وده خبر حقيقي وخلال أيام حيتام الإعلان عن مدير الفني الأجنبي الجديد لقطاع الناشئين في النادي الأهلي ومن غير ما نقول الجنسية أنتوا حركوا قريتوا الجنسية يعني على الصفحات المختلفة على السوشيال ميديا احنا ننتظر دايما الإعلان الرسمي من كبر النادي الأهلي طيب لسه مع يلا كورا ومرة دي فيسبوك بيتكلموا على صفحة يلا كورا بيتكلموا ويقولوا إن فيديو ليه أحمد الشيخ كتنويه يعني ليه تقلق أحمد الشيخ في المقبريتين اللي أديهم مع النادي الأهلي في مقبريات سموحة والجنة تعالوا نروح نشوف الفيديو أو قبل ما نشوف الفيديو في الحقيقة أنا عايز أتكلم عن أحمد الشيخ شوية لأن اللاعب ده الفترة اللي فاتت أو من ساعة منضم النادي الأهلي ما شفناش المردود المنتظر من أحمد الشيخ زي ما كنا بنشوفه مع مصر المقصة سواء قبل ما نضم النادي الأهلي أو حتى بعد ما نضم النادي الأهلي وراح عرم المقصة فكان بيؤدي بشكل جيد جدا نوضح إن أحمد الشيخ في فرمة بدنية وفنية مميزة هتخلينا نشوفه بشكل مغير تماما وبشكل مفيد جدا للفريق خلال المرحلة الجاية تعالوا نروح نشوف الفيديو ده شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة أفريقية ومحلية غاية في الأهمية إن شاء الله يكونوا في الموعد خلال نروح للحساب الرسمي للكاف واللي احتفل فيه بعيد ميلاد واقل جمعة طبعا أسطورة النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسطورة الأفريقية الكبيرة وصخرة الدفاع المميزة جدا جدا كابتن واقل جمعة النهاردة عاد ميلاده بنقوله كل سنة وانت طيب يا صخرة وعنده في الحقيقة عدد كبير جدا جدا من الألقاب سواء مع النادي الأهلي أو مع المنتخب الوطني يعني مثلا زي ما حالكم شايفين كده على الشاشة تلاتة كاس أهم أفريقية ما شاء الله ستة دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي ما شاء الله ستة كاس سوبر أفريقي أربعة كمان كان فيه التشكيل الأفضل في أفريقيا يعني عدد كبير جدا من الإنجازات والألقاب ليه وقل جمعة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسطور كل سنة وطيب وعبال مليون سنة يا رب بإذن الله طيب تعال نروح لصفحة الأهلي اليوم على فيسبوك ونشرة صورة ليه وليد سليمان وقالت تسع سنوات من أبو سليم مع الأهلي هو فعلا صفقة كانت مميزة جدا ومن أفضل صفقات في تاريخ النادي الأهلي في الحقيقة لما دايما نتكلم عن أفضل صفقات لازم بنبص للأرقام والبطولات والإنجازات اللي حقق كل لعب وليد حقق إنجازات كتير جدا ويعني حفر اسمه في تاريخ النادي الأهلي بشكل مريح وطبعا كان لعيب ومازال لعيب مهم جدا في صفوف النادي الأهلي حتى الآن بيقدي بشكل مميز جدا رغم إنه كمان في سن الخمسة وثلاثين كل التوفيق لوليد سليمان بإذن الله خلال المرحلة الجاية نروح لفاصل سريع وبعد فاصل نرجع نكار يلا بي أهلا بيكم من جديد خلينا نروح نشوف الأخبار المحلية في التريند يلا بي اتحاد القرى يحصل مصير تأجيل استقناف الدوري وده الحساب الرسمي للوطن سبورت على تويتر أما صفحة الوطن سبورت على فيسبوك فقالت إن اللجنة الخمسية تعتمد التشكيل النهائي للجنة الحكام قبل عودة الدوري أما يلا كورة فقال عبر صفحته الرسمي على فيسبوك إن الفيفا أعلن موعيد بدء الانتقادات الصيفية في مصر كمان موقع في الجول على حسابه الرسمي على تويتر فيواصل العدل التنزلي لعودة الدوري وخلاص باقي ثلاثة يار وأخيرا النادي الإسماعيلي بيتطافق على ممره الدية مع إنبي استعدادا لعودة الدوري طيب أول خبر معنا بالتحديد من الحساب الرسمي الوطن سبورت على تويتر واللي بيتكلم عن الانتحاد الكرة يحصل مصير تأجيل استقناف الدوري الموضوع جميع محصوم خلاص وخلص وما فيش أي كلام فيه الدوري هيرجع يوم الخميس اللي جاي وخلاص يعني ما فيش أي عوائق لعدم عودة أو تؤدي لعدم عودة بطولة الدوري الكل جاهز والكل بيستعد والاستراطات معروفة جدا للجميع ومصود أن الكل بيتابع الاستراطات السلامة يعني عشان يكون فيه وقاية من فيروس كورونا الكل جاهز إن شاء الله أو المباريوم الخميس ما بين الزمالك ومصري في بطولة الدوري ما فيش أي كلام إطلاقا على تأجيل عودة بطولة الدوري تعالي نروح لصفحة الوطن سبورت على فيسبوك وقالت إن اللجنة الخميسية تعتمد بتشكيل نهائي لجنة الحكام قبل عودة الدوري وده حيكون من خلال اجتماع من اللجنة الخميسية مع الكابتن وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام وهيتم الاستقرار فيه على أعضاء اللجنة الخاصة بالحكام في الاتحاد المصري للكورو تركضم خلينا أقول لكم الأسماء الأقرب ناصر عباس وأيمن ديجيش وفاهيم عمر ومجدي رزق وسيد مراد دوله عضوية اللجنة اللي بيترقصها الكابتن وجيه أحمد ده أحد طبعا الكابتن والحكام الكبار في تاريخ الكورة المصرية تعالي نروح لخبر آخر من يلا كورة ومن خلال صفحته الرسمية على فيسبوك وقال إن فيفا أعلن موعيد بدء الانتقاط السفية في مصر برضو الخبر ده عايزين نعلق عليه لأن فيه توضيح مهم جدا الموضوع ده مطروك وده شأن داخلي بالنسبة للتحاد المنسي ريكورت القدم على حسب أو اللجنة الخمسية التحديدة نعني على حسب انتهاء الموسم الحالي آه ممكن يتم فاتح باب القيد قبل انتهاء بحوالي 3 أو 4 أسابيع تقدر تتعاقل مع لعبين بس ما تقدرش تلعبهم غير لما الدوري يخلص الموضوع ده لسه ما تمش الحسن فيه بشكل نهائي تعالي نروح لموقع في الجول ومن خلال حسابه على تويتر وقال ان العد التنزلي اللي عودة الدوري خلاص ابتدى من خلال 3 أيام ويرجع او ترجع بطولة الدوري وبإذن الله ان شاء الله ترجع بشكل قوي اوه ممكن مستويات الفنية في بداية العودة ما تبقاش قوية زي ما احنا متوقعين لكن مع توالي المباريات هنلاقي مستويات فنية جيدة لكل الفرق في بطولة الدوري خصوصا انهم اخذوا فترة كافية جدا من استعداد قبل عودة البطولة الامر بالنسبة للنادي الاهلي يكون جاهز الجاهزية التامة لسه بنتكلم على اندية الدوري الممتاز وتحديدا النادي اسماعيل اتفق خلاص مع امبي على مباراة ودية هتكون يوم الاربع القادم في القاهرة عشان الفرقتين يستعدوا لاستقناف بطولة الدوري فرقتين تقال جدا من الفرق المميزة في البطولة طيب خلينا نروح لفاصل وبعد الفاصل نشوف الترند العلامي النهار ellos قالutyا ترجمة نانسي قنل يا شكرا ترجمة نانسي قنق содерж المترجم للقناة 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 هل قد نقلش ولا نام ولا أشرب ولا إيها خالص يعني أحب الأهل جدا يعني جدا يعني أي ماتش بالنسباننا حتى لو ما نتفرج على الأهل الفرح يعني في العيد غير العيد هو يوم يوم فرجتنا على الأهل أو يوم لعب الأهل ده بالنسباننا ده يوم عيد فكل ماتشات الأهل المكسب بالنسباننا ده عيد زكريات سعيدة كتير جدا على جمهور النادي الأهلي في الأعياد وفي الحقيقة كمان غير الأعياد دايما النادي الأهلي مفرحنا ودايما بيجيب لنا وبيحعلنا كل البطولات اللي بيتمناها كل جماهير النادي الأهلي إن شاء الله دائما وأبدا وإن شاء الله في القريب العاجل نفرح بطولة دوري أطال الأفريقية دي كانت حلقتنا النهاردة من التريند استنونا في حلقة دي دا إن شاء الله سلام شكرا